تحياتي جميعا كيف الحال شاء الله بخير كلكم تمام من الطاقة العادة في دور الأبطال بعد المباريات اليوم كان عنا طبعا أحداث مهمة مش كثير بكرة أهم كان عنا بس ما نعرف مين بده يتأهل أتلتكو مدريد ولا طبعا ميلاد وفي النهاية تأهل أتلتكو مدريد زي ما شوفنا مع بعض وباختصار يعني أتلتكو سيميوني هو اللي خطف الموضوع وبشروط ثاني كان جريء تجرى يغير شكل فريقه كان ينعب أربعة أثنين تغير ثلاثة أربعة واحد اثنين وجابت نتيجة تقدم بعدين صارت طرد ومن حظه انه انطرد ويندل مبكرا وإلا كان هيتلقى التعادل لأنه شوفنا التوتر كان رهيب بورتو كان خطير وفي النهاية طبعا اتأهل في يعني بالنهاية أتلتكو اتأهل زي ما بده في المقابل مينان اللي عم علي بربول مينان كان عنده غيابات لكن أنا شوفت شوية تعليقات من جمهور مينان وبلش يتكلموا عن انه والله انه خمسة غيابات لكن خلين نكون واقعيين الخمسة غيابات هي فعليا لكن اللي بنعكسه على التشكيل الأساسية بالمنطق هم اثنين أو ثلاثة يعني كاير أكيد بس رومنيوري كمان مش مدافع كارثي يعني أوكي مش عاجبكم بس بالأخير جدا طوله عقده ورومنيوري مدافع أيضا عندنا نفس الشي لياو يعني هو لياو فعلا اللي أنا حسيته أكثر شي كان مقلق اليوم لو كان موجود كان حيفرق طبعا زلتان كان حيلعب هاي المباراة بفضل شخصية ورغم اعتقادي المطلق انه زلتان بهذا العمر ما أبدا مش شغل هيك مباريات بهذا العمر وهذه الكمية الحركة البطيئة القليلة مو شغل هيك مباريات يبلشها أساسي منطق يلعب آخر ربع ساعة آخر عشر دقائق أما يلعبها تسعين دقيقة حيفيدك بلحظات بلمسات عنده لمسات مبدعك العادي هو زلتان يعني ما حدا بينكر شو هو لكن ما بتشيل هيك مباريات ممكن كان أفضل ينزل احتياطي لكن من يعرف فبالنهاية ليفربول ورعنا الفرق الحقيقي بين دور الإنجليزي وكل الدورات الأخرى هذا الفرق اللي ناتج عن تطوير كبير في فلسفة كورت القدم آخر السنوات فلوس كثير لعبين ممتازين كثير والفرق كثير كبير حاليا ليبرميرليغ هو جنة كورت القدم عشان ما نخذع نفسنا ريال مدريد أنا طبعا أنا ركزت كثير بصراحة مباراة ميلان ليبربول وريال مدريد وإنتر أتلاتي كوبورت وآخر ربع ساعة بس دخلنا فيها نشوفها ريال مدريد أنا لحد الآن مش عارف ليش عم بيلعب بالأساسي حرفيا مش عارف أبدا مش عارف ليش عم بيلعب بالأساسي مش عارف شو اللي بصير ليش مدريت شلعب هيك كل هالمباراة يعني أول ثاني يسميوني حكاه بلسان وأنشلوتي ما بتفري الاستغلال هذا أو نسميه الأوفر وضغط كبير على اللاعبين ما له منطق وما له مبدأ ما في شي ببرره أنا بالنسبة لي شخصيا إلا أنه أنشلوتي عنده شي براسه بس شو اللي براسه أنا كنت أفكر أنه الرجل بده شو اسمه يعمل تجانس بس خلاص الفريق انسجم الآن وهي المباراة أنت متأهل فيها فكر بأتلاتيكو ما بعرف شو اللي سوى اليوم ربما هو لأنه مراهن أنه أتلاتيكو هيعب بالأساسي مع بورتو أيضا هو حاول ما يتعب فاز بريلا ارتكب هفوي شفنا ريح المباراة سهلة كتير على ريال مدريد اللي بسألوني ليش ما بتعمل فيديوهات على المنتخبات العربية لأنه ما بلحق ببساطة بحضر بس ما بلحق لأنه الفيديو طبعا ما بياخد خمس دقائق زين ما بتشوفوه الفيديو بياخد ساعة ساعتين شغل وعندي شغل ثاني وأنا عندي وظيفة رسمية يعني أنا بالأخير مستشار في الإعلام فعندي وظيفتي وعندي باشتغلها وبعيشها وبنفس الوقت بعد ما عيشها بدي أشوف مباراة أوروبية فللأسف ما في وقت لكل المباراة العربية بوعدكم من أن أحاول أعمل شي لكن مش كثير الريال تعبان اليوم أنا شفت الريال ما بيدوش يتعب مش إنه تعبان آآ شفت الريال ما بيدوش يتعب يا شفت إنه بدي خلص الأمور بأقل التكاليف اللي بيسألني عن آياكس أنا شفت قوال آياكس بصراحة كنوا محلوين الفريق بلعب كرة جميلة جدا أكثر من الموسم يعني أكثر مباراة ملخص صور شايف له السنة هاي بيحسسك بآياكس ديونغ وآياكس آآ حبيبي يا محمد علي آآ بيحس يعني بيحسسك إنه بفريق ديونغ وآياك لكن خلي نشوف أو عواد أتلتكو قلب الطاولة على البورتو أتلتكو طبعا مشى أتلتكو ماشي وأتلتكو بيخوف صدقوني بيخوف ما يغركم إنه سيء صدقوني بيخوف أول ما سميوني يلقى توازن بهذا الفريق والتنوع اللي عنده حيكون بيخوف اللي بيسألوني عن الصلعة شرحت كتير السبب السبب أنا عندي إصابة كبيرة فراسي فما بيديش يعني التشتيت الناس لما يشوفوني يعني اللي بيشفوني بالشارع بيعرفوا يعني شو الإصابة بس بيديش في الكاميرا النا الناس تتشتت تركز كتير في الضربة بالصلعة إن شاء الله الخطة بأخذ السنة أخذ السنة بنوريكم الصلعة اللي بيقولوا اشتقنا للصلعة جوابتكم عن آياكس شو فيه أسئلة كمان والصلعة أهم من المباريات اليوم كل أسئلة عن الصلعة شو معنكم يا شباب رأيي بريام مدريد إنه لعب المباراة بس بشان يفوز يوفيتش لعب جيد اللي بيسألون عن نيوفيتش أنا مؤمن أن نيوفيتش لعب جيد مهم جدا ما ينقطع عن الملعب يعني يلعب ويروح يلعب ويروح يلعب ويروح فيه ناس بيسألوني بيقولوا لي هل بايرون هيعمل زي ليفربول يلعب بالاحتياطي فيه فرق بالنسبة لليفربول لما دخل بالاحتياطي لأنه بالمنطق قتلتكم بورتو مصيرهم بإيديهم مش بمصيرهم بإيد ليفربول يعني لو أي واحد فيهم فاز حلت أهل فما تجوش تلموني لما فستوش على بعض هذا ببساطة لكن بالنسبة لنرجع لموضوع مباراة بايرون بايرون لو خسر لو شو ما عمل بنفك طلع فبالتالي بايرون مطالب يعطي الأفضل أنا أعتقد بايرون حينزل سبع ثمان لعبين أساسيين وهيلعب مباراة جدية مطلقة لأنه بايرون ما بيقبل أبدا يلتمس اسمه بهيك شيء بالنسبة لتوقعاتك للقرعة ما فيش اسم توقعات إحساس تعرفوني أنا جبت لكم القرعة كامل السنة الماضية بحاول أجب لكم ياه إن شاء الله المرة هاي بالمشاعر تاعتي هذه حبيبي يا حذيفة طب اللي بيسألوني عن أهداف كروس كروس طول حياته أهدافه جميلة من أيام بايرون لبركوزن واليوم خالد يا حبيبي أنتوا أهل حلب كلكم يعني عن القلب إن شاء الله أنا بستنى أسئلة بعيدة عن صالحتي وبعيدة عن اللاعبين المعروفين وكذا كربخال بتحسن؟ لا ما بتحسن لأنه اليوم أهل ممكن برا أسهل عليهم كلهم برا كثير أحسن عليهم كلهم أسهل عليهم كلهم لكن آخر مبارتين ما كان عجبني عن بانر كثير غلط بالنسبة لأجريزمن بالنسبة لي رد الجميل اللامدر اللاعب يعني فعلا رد الجميل لسيميوني اللي بثق فيه سجل ثم صنع ثم قاتل يعني قاتل كثير اللي بسألوني بانا تحضر مباريات لما يكون عني تصوير بحضر مباريات في البيت لما يكون عني تصوير بحضرها بكافية برا حكيت عن أتلتك ورأيي الفريق فقد التوازن أول ما سيميوني يوجد التوازن الحقيقي حيكون المستوى ثاني يسدوني حيكون فريق خطير 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 وإذا الريال ما كان حاسم الدولة وقتها أتلتك وحيزعجوا لآخر أسبوع نشوف هل أنشلوتي حسن فينس أهم هو نضج طبيعي لا هو حسن أكيد حسن شرح له أكتشاء بسيطة ساعدوا بالهدوء ساعدوا بالثقة وطبعا في تطور طبيعي بيجي من الخبرة بقولك الريال حيوصل أطوال متقدمة ولا لا بدري كثير شهر اثنين كثير بعيد يا عالم يعني شهرين ونص الله يبارك فيك هل يبارك ولي تأهل نشامة أتحدث عن كأس العرب تعالوا نحكي لكم عن كأس العرب أنا أحاضر معظم مباريات كأس العرب بس ما بعلق عليها كلها لأنه بصراحة ما فيش وقت بالنسبة لكأس العرب كم مباريات يجد وراتنا قداش فيه كرة خدم ممتازة يعني منتخب المغربي لما تشوفوا بيلعب مع الأردن بتشوف منتخب أوروبي عم بيلعب ضدنا مباراة جزائر ومصر مباراة ممتازة حضرنا شوي منها في كثير مباريات عربية بتوريك أنه عندنا مستوى كبير أنا كأس العرب بالنسبة لي بطولة خاصة بطولة معنوية خاصة بتجمع العرب مع بعض بتذكرنا ببعض بحبها جدا أنا بحبها جدا لأنه هي أول بطولة وأنا طفل حضرتها بسنة 88 كأس العرب في الأردن ومسحي لنساها فبالتالي بطولة إلي خاصة لكن كنت أتمنى ببعض من كل المنتخبات شاركة تشكلت الأساسية بس مش أكثر بوعد قرعة الدور الثمانية والستاحش بوعد قرعة الدور الستاحش هي يوم الثنين اهم دقعم رأي approach 2 من رفعات طويلة جدا في فترات كان باعتقد بعدين دور الثمانية بيجي يوم الجمعة إذا ما خرب ظني بس الدور 16 بيجي يوم الاثنين لأنه ما حهم وقت يعني قصدهم بس دور الثمانية إذا ما خرب ظني بيجي يوم جمعة بس هذه الاثنين خسارة المان سيتي كابتن مبارا عادي يعني مان سيتي خسارته طبيعية لكن اللي شي اللافت يعني مبارا ما لهاش معنى بالنسبة له طبيعي يخسر اللي انا اكثر شي بيجهرني في المان سيتي بصراحة ووكر يعني ما بعرف ليش غورديولا صابر عليه شو اللي بيحببوا فيه ما بعرف يعني اشترك كل اظهرت الارض وماشتراهاش ظهير ايمن بالنسبة لي مزعج مزعج ووكر عنده هفوات غليبة بتحسوا بيعمل اشياء ما بتنم عن ذكاء ابدا يعني زي اليوم نحرم من دور 16 بسبب هاي الحركة هل نحكي مبروك عتاءه المصر مبروك لمصر يا حبيب مبروك للجزائر مبروك لكل العرب الان احنا منلعب بي بطولة بخير نحكي هي رسمية قالبها ودي قالبها نتذكر انه احنا واحد نشوف كابتن شو نسبة تأهل برشلونة من وجهة نظرك اه اصدمك شو نسبة تأهل برشلونة من وجهة نظري 30 بالمية او 20 بالمية عشان اكون دقيق 20 بالمية مش اكثر لاني اتوقع بنفكه يفوز ومش قادر اشوف برشلونة يفوز باي منطق الا اذا بايرن يعني كان منهج جدا من الكلاسيكر هالند خارج دورتموند بانتقالات شتا اذا بدي افكر مكان دورتموند بفكر كالقاتي الموسم راح الدوري بلش يبعد دور الابطال رواح كريم اديمي متوفر وبالدياني بروح اجيبه هلأ بالشتا بجهزه للموسم الجاي وببيع هالند هلأ بسعر اعلى من سعر الصيف لانه سعر الصيف لهالند زي ما بنعرف 75 سعر الشتا ممكن يكون 100 مليون فانا ببيعه الان مية باخد فلوسه بجيب بها اديني بستفيد منه اربع خمس شهور كلاعب الماني مش مش نرويجي فممكن يدوم عندي اكثر واكثر بس بهذا الموضوع يعني هذا هو الموضوع عندي انا مش اكثر هل بتعتقد انو الريال مستقر الريال بنسبة كبيرة فريق ممتاز بنسبة كبيرة فريق عم يرهق الان انا ما بعرف بدي يكمل بهاي العقلية انا شيلوتي اعتقد بنصف النهائي ما رح يجاري بعض الفرق او بدور الثمانية ما رح يجاري بعض الفرق بدنيا اذا بدو يكمل بهذه العقلية اللي عقلية اللي يعمل حاله مش شايف انو عم بلعب مودريتش اكثر من رودريغو اللي هو الشاب اللي صغير تحليل مباراة برشلونا قبل المباراة صعب تحلل برشلونا وبايرن قبل المباراة لسبب انو مش عارفين تشكيلة بايرن صراحة يعني ما فيش معايير واضحة مش عارفين عقلية بايرن يعني مش عارفين بايرن ينزل يفوز ينزل يمشي المباراة بهدوء للتعادل مش عارفين هل ابطال ممكن تروح لباريس سان جيرمان ممكن ممكن تروح لمن سيتي ممكن تروح ليفربول ممكن تروح تشيلسي ممكن تروح بايرن في كثير مرشحين اليوم كله بكرة بيبين بدور 16 أسنسيوم لاش بتقلق كبديل لأنه أسنسيوم يعني لاعب بشكل عام لاعب ذكي للعلم بس بنفس الوقت لاعب حركته قليلة فلما ينزلوا الكل نشطين بيستفيدوا منهم بفارق الحرق بفارق النشاط عليه لما يخفوا شوي ويتعبوا بيكون عنده هاد الفرصة ويعني شفت اليوم انت استلمي الكرة ارتاح بعدين سدد براحته ناس بقروركم عشرة 4% نسبة فوز برشلونا اللي بسألوني عن ميسي وباريس سان جيرمن في فيديو عملته كمان عن ميسي وباريس سان جيرمن فلو سمحته روح يشوفوه موجود كامل هل أنشلوتي بشخصا الأمور مع هازارد أنا جوابت هذا الحلقة بفترة سابقة أعتقد وقلت مش بشخصا قلت في شي عمله هازارد استفز أنشلوتي والإدارة لأن أنشلوتي ما بعمل هيك شي بدون دعم الإدارة وأعتقد الشي اللي عمله هازارد أنه حاول يضغط إعلاميا بأخبار كاذبة على رحيله وعروض جيت له وعقوده وأبصر شو فأنه هيك طب هيك هنعمل فيه بساطة أنا أقدم متابع لمحامل عوال بتشرف فيك جميعا الجديد والقديم يعني القديمين مستحيل أنساهم لأنه كنا عايشين زي عيلة مع بعضينا يعني على زي فيلم باشا تلميز يعني كنا هيك خمسين ميت واحد ونظر نحكي مع بعض وهذا اللي بقول لي ليش ما بترد لأنه الفيسبوك ما بيطلع كل التعليقات الفيسبوك بيختار تعليقات معينة وبيطلع لي إياها فأنا اللي بقرأه بحكي اللي بيسألني عن كريم أديمي هل هو لاعب جيد شوف مع ألمانيا لاعب جيد مع السادسبرغ شفت له ملخصات لا بيخوف بيخوف بيطلع منه بيطلع منه شي كويس بس كثير مهم يظلوا ذهنيا مركز كثير مهم يظلوا يعني ذهنيا مركز ليش رفض برشلونة هو ما رفض برشلونة هو بده دورتموند حرفيا يعني هو في أكثر من نادي مهتمين فيه هو بده دورتموند ما بده غيرهم لأنه هو يعتقد أنه دورتموند الوحيد اللي حيعطيه فرصة لاعب أساسي وكل هذا يعني الوقت الكامل ويصبر عليه عشان يوصل لمستوى ملي التاب حكينا عنه بالحلقة الماضي بسلبي مدريد اللي بدهم إياهم يسمعوا شو أنا بحكي عن طرد باريلا طرد باريلا طرد يعني ناش نخدع بعض طرد في لاعب حاول يضرب الآن ردة فعل ملي تاو كانت خطيرة لو لمسوا لباريلا كانوا نطرد لكن حظوا أنه ما لمسوا زي طرد كراسكو طرد زي طرد ويندل طرد يعني هذي الطاقات حمرة واضحة يعني فيش فيه نقاش ليش ما تحكي عن المنتخب الأردني بحكي عن المنتخب الأردني باخد البطولة هاي أكثر لأنه بطولة نتعرف فيها على المنتخب نتطور فيها مع بعض نتعلم فيها مش ما خدها بطولة نعصب ونغضب ونحكي ونفيش غلنة بصراحة يعني بنشوف شو المنتخب هذا عنده مع بعض المدرب بيشوفهم بيحاول يعني ما بدي أخذ البطولة كتوتر أما المنتخب الأردني حضرت كل مبارياته واليوم شوفنا النتيجة مع المنتخب الفلسطيني ما في بقدرش أحكي أي شيء لأن المنتخب عنده موهبة عنده مهارة بس عنده مشاكل دفاعية كانت فيه إنه سهل جدا تدخل منطقة الجزاء وهذه مصيبة هل إنبابي بيقدر يبدأ مرحلة الإياب؟ لو انتقل بيقدر لأنه قانون دورة الأبطال يتغير صار بإمكانك تشارك مع فريقين لكن إنبابي بنفس الوقت مش حيروح بالشتاء أعتقد مش حيروح بالشتاء حيروح بالصيف تقدم المفاوضات مع روديقر أنت تتوقع ما يجيئه روديقر لآن بعد مستوى ميليتا ومستوى ألابة أعتقد الريال حيفكر شوي يجب ما يجيب قلب دفاع بمثابة أو بمكانة روديقر لأنه روديقر بدي لعب أساسي طيب ألابة بده أساسي طيب وين أروح بمندي طيب وعندي ميقيل جوتيرز لعب جيد وواعد كضيير أيسر حتى لما يطلع مرسله فأعتقد الريال ممكن يتردد شوي بفكرة قلب الدفاع السنة الجاي ممكن يتردد فكرة روديقر هذه أنا وجهت نظري لأنه هتعمل ضغط وتوتر إضافي على اللاعبين ومفيش فيه موحد صغير حيستنى يعني مش برا عمره 18 يستنى عباب بسنة مثلا ما فيه حدا حيستنى حبيبنا يا منصور من السودان بحب أهل السودان جدا أنا والله فدائما كابتن سيميوني لبرشلونة لا 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 سيميوني ما بيناسب أي شيء ببرشلونة سيميوني حيضل بأتلتكم وكالعادي ببلش سيء وكالعادي بتحسن وكالعادي بيختم الموسم بشكل مقبول أتلتكم ما دريد طموحاته عقده بده يطلع تبفور وبده يشوف حاله بدور 16 دور أبطال أوروبا طول ما هم متأهلين دور أبطال وبلعبوا دور 16 هم مبسوطين الآن أي شيء زيادة أهلا وسهلا ما يجاهش هم حساباتهم مالية على هذا عمل كيروش مع مصر كنت متوقع أنه كيروش يعمل شغل جيد بصراحة مع مصر لأنه كيروش عمل شغل كويس مع إيران عمل نعمة في مراحل المنتخبات عم بعمل شغل كويس وبالتالي مش مصدوم من ذلك اللي بسألون عن حضور للناس بتتويج دور الأبطال كثير بدري كثير بدري من يصدق كلمديل لمودريتش الآن هذه المشكلة الآن بديل مودريتش المنطقي أنه مفيش عندك فالفيردي ما بلعب زي مودريتش أسلوب مختلف كما فينجا مش مودريتش أسلوب مختلف يعني البديل المنطقي واللي كان لازم يكون منطقي إسكو لكن إسكو بهذه الحالة مستحيل يكون بديل مودريتش الآن كانت فكرة تجربة أسينسيو في لها بوادر جيدة لكن لغاها أنشلوتي سريعا لأنه كانت الفكرة من هذه التجربة إنه يجي إمبابي ويفتحه له مجال على الجناح الأيمن فالتغت هذه الفكرة بشكل سريع للغاية لكن أعتقد أنه أسينسيو من البدائل ممكن تتحول لذلك المركز ممكن كما فينجا مع كروس مع بعض يبدله الأدوار كروس هو اللي يكون أس يتقدم أكثر مودريتش يعني يكون كما فينجا هو الخلف في حلوله ومش ضرورة تلعب بنفس الستايل 100% لما يغيب عنك الآن ممكن يجيب غوارديولا مي شو قصدك في ممكن يجيب غوارديولا آه أوكي أعتقد قصدك أنه ممكن يعني غوارديولا يجيب أديمي أو يجيب مهاجم أنا أعتقد غوارديولا حيجيب هلند غوارديولا أعتقد عينه على هلند الآن أكثر من هاريكلين أنسب صفقة ظهير أيمن لريال مدري شوف أرنولد ما بنبع ومستحيل ينبع يعني إذا كنتدفع لك 150 مليون عشان تجيبه كيميتش ما ظنت هو ناوي يطلع أصلا هذول الثنين اللي هو أنت بتحس بتجيبهم مضمونين 100% غير ذلك بتكتوقع تتدور بتكتوقع تتدور في كرة القدم بتكتوقع تدور على أظهر اليمين لأنه فعليا إقلال إقلال الأظهر اليمين اللي ممكن تشتريهم جاهزين ممتازين يعني أجي أفكر أنا بأرسنال ليفربول لفيت على كل الأندي على السريع مش عب بيطلع معي حد أنك تقول هذا هو يعني هذا هو اللي خلاص اللي حيجي ويقعد كارفخال دكة 100% ما عم بيطلع حد معي براسي هلأ فدليل أنه مهم الصعب بدك تدور وتجيب واحد وتسضمنا هل المنتخب المغربي مؤهل للفوز باللقب؟ بصراحة نعم المنتخب السوري اللي بيحكوا ليحكينا عن المنتخب السوري أنا المنتخب السوري دائما متعاطف معه يعني من أيام الطفولي إحنا جيران كنا نحضر بالدورية السوري ومباريعة سوريا المنتخب السوري المنتخب فيه ميزة أنه فعلا عم بتحسه بحاول يوصل المسج حاول رسالة لكل الناس لكل شعب السوري في الداخل وفي المهجر بحاول يوصلوا هاد الرسالة وهذا الشي بيخليك دائما تحب تشوف المنتخب السوري بتحب بتابع المنتخب السوري لأنه فيه روح في هذا المنتخب فيه حماس فيه قدرة عند هذا المنتخب بتخليك تفهم أنه كلمة الظروف هي كلمة وهمية اخترعناها وصدقناها انا هلمد بميل انه روح للسيتي اللي بسألوني وين فليكس يروح فليكس لو انا مكانه بروح عفريق 100% حيلعبني اساسي عفريق 100% عنده فكرة المهاجم الثاني وهنا بتصير خياراته اقل واقل لكن انا لو انا بشوف فليكس يعني عم بشوفه اكتر واكتر انه هيستمر لنهاية الموسم وممكن اشوفه السنة الجاي بنوع من الصفقات الغريبة مع برشلونا ممكن اشوفه هيك ما عنديش متخيل انه لا وممكن اشوفه بسان جيرمن ممكن فعلا اشوفه بسان جيرمن لو طلع امبابي رأيك اداء المنتخب السوري اداء جيد اداء المنتخب السوري كان مقبول يعني مش ما كان بغض النظر عن مبارات اخيرة لكن كان اداء مقبول انا اتوقع رونالدو يسجل غدا مبارات مهمة يعني خلص يعني يونيتد بتاهل يعني المبارات بتاهل فيها الفريق بطل يتفرق معايشة بتصير سيبايوس بقدر يلعب مكان مودريتش بس احنا بنحس سيبايوس قضيته محسومة يعني واحد بيقول لي بيريز حيجيب كانسلو ارنولد سوا شوف خلين نكون واضحين بيريز ما بيقدر يشتري حد من السيتيو بريس سنجيرمن بصبرا عنهم ببساطة هذا هي الموضوع وبكل بساطة وكل مطلق يعني فيه ثروات مالية ما بتم يعني خلص بتبطل انت قادر ابدا تنافسها وهذا الشي واضح هل انت الانزاقي قادر على مضي بادوار متقادم دور ابتال؟ باللي شفته منه لا باللي شفته منه لا فريق عادي كويس بالنسبة لايطالي هو اقوى فريق لايطالي حاليا لكن بالنسبة لاوروبا ما عم بشعر انه عنده السرعة الكافية لما بده يلعب مع انه عنده لعبين سريمت ما بيلعب بالسرعة الكافية تنافس اوروبا وما عنده ذلك التحكم بالملعب بالفرق المباريات الكبيرة بشان يوصل لاوروبا الناس بيقول لي هل اندع بريس ممكن جدا لو ان بابي طالع طبعا انا بدي انهي البث المباشر الان بس اذا اخر سؤال اخر كلمة يعني من صديقة انه بيقول لكم اذا مصر اتطورت في المنظومة الهجومية هيجيبوا كأس العرب يعني انا بصراحة مين ما يجيب كأس عرب هحتفل له يعني وهكو مبسوط انا مبسوط بس مجرد بوجود كأس العرب بيقول برشلو انا كان ممكن تعمل صفقات في المشاكل المالية الحالية برشلو مشكلته الان الان سقف الرواتب بنزل حسنوا امورهم السنة الجاي لانه هترجع للجماهية ان شاء الله يعني والجماهية تكون موجودة سقف الرواتب حيار التفاع فبرشلون حيقدر يتحرك اكتر في سوق الانتقالات وشو لو خسرت برشلون بنتيجة كبيرة زي لو كانها خسرت واحد سفر بكرة زي كأنه تعادل وفاز بينفكها ببساطة ليش؟ لانه هي نفس النتيجة رايح دور الاوروبي وهنا عارفين هذا الفريق في مرحلة يعني في مرحلة بناء مش اكتر عقد محمد صلاح اللي بسألو نعم عقد محمد صلاح عقد محمد صلاح واضح جدا انه الطلبات المالية كثير فارقة كثير في فرق اللي انا بتوقعه وباختصار ليفاربول عم بحاول دور على حلول بحاول دور على حل مادي اول شي انه بده صلاح يضل بس بنفس الوقت عم بحاول دور على بدائل لو شعر بلحظة انه وجد البديل حيقول له صلاح انا هذا اللي عندي هادي هي كرت القدم هادي هي انديت كرت القدم ما يقبل فكره وصلاح بنفس الوقت مع وكيل اعماله بدور على بديل لو نقل البديل المستعد يدفعه ويجيبه هيجي يقولهم انا هذا اللي عندي هي هاي كرت القدم وهادي هي الاحتراف بكرة بنشوف تشافي اللي بسألونا عن تشافي بكرة بنشوف شو قدراته وشغله تصبح خير جميعا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة